جهاد والله اعتقد بندر انه المدارس الصحفية تختلف يعني انا اشوف النادي هي المسلطة الضوء اكثر او تواجده بالحدث اكثر دائما انا اعتقد انه دائما المشكلة من يدير بعض الصفحات الرياضية او بعض مطالبات حقوق اللعيبة او بعض مجموعة سماسرة او وكلا يعني تظهر بشكل يعني ضغط وسيلة ضغط على بعض الاندية اعتقد انه دائما دائما الصفحة الاولى تعكس في اي صحيفة يعني حتى بعيدا عن الرياضة ايضا تعكس قوة المضمون داخل الصفحات الاخرى اذا قدمت مواد او قدمت قضية تعكسها في الصفحة الاولى يعني وجدت قارئ يقدر يشتري يقدر يدفع يقدر ايضا يقرأ ياخد من وقته خمس دقائق سبع دقائق لقراءة قضية طيب هذا الاختلاف هل هو مفيد للصحافة الورقية ابو جهاد هذا التنوع اعتقد بندر هو مفيد ولكن تعود الى الصحافة الاستقصائية او رئيس التحرير الاستقصائي في البحث عن المعلومة وتحويلها الى قضية الان المعلومة ابو نواف متاحة في جميع وسائل التواصل الاجتماعي زي المنشيط حق الرياضي بيان صحفي من الرئاسة العامة رئية الشباب لا يمكن انه ينعكس على الصفحة الاولى دائما الصفحة الاولى ان تقدم مواد من المطبخ الصحفي من مواد مصنوعة مواد فيها ابتكار مواد فيها ايضا بحث فيها صناعة هذا القصد من الموضوع ابو نواف نعم طيب ترى بان هناك تغيير في هذه الصحف الفترة الماضية من خير متابعتك لها متعب؟ اعتقد انهم في تغيير كبير يعني انتقالات شاهدة الصفحات الرياضية انضمام الزميل بتال للرياضية ايضا للزميل عمر الكاملي للرياضي اعتقد انه الاستقرار في صحيفة النادي وايضا يعني الاستاذ محمد البكيري انا اعتقد انه الرجل متدرج في الصحابة السعودية والان الرجل يعني يقود النادي بشكل جميل بشكل هادي نعم واعتقد انه ايضا الزملاء الثانين ان شاء الله قادرين على مواكبة طلعات الجمهور ولكن يا ابو نواف دائما برنامج عالم الصحابة يبحث ما وراء الخبر نعم اذا لم تكن صفحاتنا او صحفنا الرياضية باحثة في صناعة المنتج للقاري لان القاري اليوم يا ابو نواف مختلف جدا عن قاري الثمانينات والتسعينات وبداية الالفين اليوم قاري يحتاج الى جرافيكس يحتاج الى معلومات مبسطة يحتاج الى صناعة مادة محترمة لا يريد ان يجد صدى صوته في تويتر موجود في الصفحات الرياضية وهذا اللي نشاهده الان في الصفحات الرياضية حاليا هو في قراءة الان ابو جهاد بقى في قراءة للصحف الورقية بالكاد يعني تجد من يتابع الصحف الورقية بشكل مباشر اعتقد ان الان يمكن تسعيف المية الجميع يتابع عبر مواقع التواصل الجزي معي انا اعتقد ابو نواف يمكن ما بقلنت ابو جهاد والله ابو نواف الاشتراكات مخلص وفي للصحف الورقية لا 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 ابو نواف الاشتراكات للصحف خاصة الصحف الكبيرة يعني او الصحف السيادية يعني دائما لها مشتركين نعم بالالاف يعني يعني لتصل المطابع الى 800 الف نسخة يعني او الى 400 الف نسخة دليل ان هناك قراء طيب ابو